السلام عليكم الله يعطيكم العافية جميعا دفعة سمو مجددا انا محمد السمادي من دفعة روح وان شاء الله في هذا الفيديو رح نشرح المحاضرة الرابعة من محاضرات مادة الابي واللي بتحكي عن موضوعين بشكل اساسي موضوع البرودكشن او الانتاج وموضوع السبلاي او التزويد هس موضوع البرودكشن رح نتطرق لموضوعين انه البرودكشن عندنا في عندنا شورت رون بروودكشن وعندنا لونغ رون بروودكشن شورت رون بروودكشن اللي هي الانتاج على المدى القصير او الانتاج قصير للمدى اما اللونغ رون بروودكشن فهو الانتاج طويل للمدى حساب البداية بالنسبة للشورت رون بروودكشن واللونغ رون بروودكشن انه ايش الفرق بيناتهم حساب بالنسبة للبرودكشن بشكل عام بيكون انا في عندي اوتوت لاحظة بس بيكون هنا في عندي اوتوت اللي هو الناتج النهائي هذا الاوتوت هو عبارة عن مجموعة من الانبوت في عندي انبوت 1 انبوت 2 انبوت 3 الى اخره هسا ايش نفرق بين الشورت رن بروداكشن واللونغ رن بروداكشن انه بالشورت رن بروداكشن بيكون في عندي واحدة من هذول الانبوت بتكون ثابتة اما بالنسبة لباقي الانبوت فبتكون يعني variable بتكون متغيرة بالنسبة للونغ رن بروداكشن فكلهم الثلاث بيكونوا variable ما بيكون في عندي اشي ثابت فهذا هو الفرق بين الشورت رن بروداكشن واللونغ رن بروداكشن انه بالشورت رن بروداكشن في عندي على الاقل واحدة من الانبوت بتكون fixed اما بالنسبة للونغ رن بروداكشن فهم كلهم بيكونوا variable هسا مشان نفهم موضوع الشورت رن بروداكشن بالبداية بيكون في عندي خمس افتراضات بتسهل علي عملية فهم وتبسيط موضوع الشورت رن بروداكشن هاي الافتراضات الافتراض الاول بيحكي انه بدي افترض انه الشركة او المؤسسة او الشركة رح تنتج single output رح يكون في عندي منتج واحد بالنهاية تمام هذا هو يعني مش شرط انه الافتراض يكون صحيح لكن هذا الاشي بس مشان تبسيط عملية فهم الشورت رن بروداكشن فبيحكي لك انه الافتراض الاول انه بيكون هاي الشركة رح تنتج output واحد تمام وكون احنا بنحكي عن مجال الرعاية الصحية فرح نفترض انه هاي الشركة هي عبارة عن يعني شركة طبية او مستشفى الى اخره فالمهم انه الافتراض الاول في عندي انا لهاي الشركة رح تنتج single output الافتراض الثاني انه انا عندي بس اثنين input احنا كنا نحكي انه البروداكشن بشكل عام عشان يطلع عندنا الاوتوت بيكون في عندنا مجموعة من الامبوت هون بدي افترض انهم بس اثنين انه عددهم بس اثنين input هذول الاثنين ايش هموا واحد اللي هو البرسونيل اللي هي الايدة العاملة بسميها بيرسونيل او بيرسونيل او بيرسونيل اوارز اللي هي الايدة العاملة او العمالة والامبوت الثاني اللي هو ال capital good او رأس المال فانا عندي two input واحد اللي هو العمالة البرسونيل واثنين اللي هي ال capital good اللي هي رأس المال الافتراض الثالث اللي هو انه بدي افترض انه ال capital is fixed عسا حكينا بيكون في عندي واحدة من الامبوت على الاقل بتكون شو بتكون fixed فانا بدي افترض مين اي واحدة من الامبوت رح تكون fixed اللي هي الكابيتل رأس المال هو اللي راح يكون في الشورتران بروداكشن الافتراض الرابع انه هاي الشركة عندها الحافز انها تنتج المنتجات باكبر كفاءة ممكنة فهي عندها الحافز انها تطلع المنتجات باكبر كفاءة ممكنة طبعا هذا برضو مجرد افتراض اما بالنسبة للافتراض الخامس فبيحكي انه عملية الانتاج راح تتم من خلال وجود بيرفكت انفرميشن احنا حكينا بالمحاضرات الماضية انه في من اسباب فشل الشركات انه بيكون في عندهم انكمبيت انفرميشن انه بيكون في عندهم معلومات غير كافية لكن انا راح افترض انه هاي الشركة اللي راح تعمل منتج واحد بس عندها بيرفكت انفرميشن عندها معلومات كافية عن موضوع الديماند وعن موضوع السابلاي فهي عندها المعلومات المثالية خلينا نحكي فهي هي الخمس افتراضات فبشكل سريع الافتراض الاول انه هاي الشركة راح تطلع منتج واحد بس اه هذا المنتج راح يكون عبارة عن يعني عشان يطلع عندي اوتوت هذا الاوتوت عبارة عن اللي هم العمالة والكابيتل رأس المال وبدي افترض انه الكابيتل راح يكون ليش لانه انا بحكي عن الشورتراني بروداكشن والافتراض الرابع انه هاي الشركة عندها الدافع وعندها الرغبة في انتاج المنتجات باكبر كفاءة ممكنة والمعلومة الخامسة او الافتراض الخامسة اللي هو انه هاي الشركة بتوفر عندها البرفكت انفرميشن عن موضوع الديماند وعن موضوع السابلاي هسا في عندي موضوع اللي هو البرودكشن فنكشن اللي هو بالعربي اللي هو قانون الانتاج تمام قانون الانتاج البرودكشن فنكشن او قانون الانتاج هو عبارة عن قانون بيعرف لي كيف المتغيرات اللي انا بدخلها في عملية الانتاج كيف بيتم كيف بيصير لها عملية تحويل وعملية تداخل فيما بينها عشان يطلع عندي المنتج النهائي عسا احنا حكينا المرة المليون احنا قاعدين منكرر انه الاوتوت هو عبارة عن مجموعة من الانبوت فقانون الانتاج بيوضح لي كيف فاي الانبوت اتداخلت مع بعض وكيف تحولت عشان يطلع عندي الاوتوت النهائي لو بدي اجي اطبق قانون الانتاج من ناحية رياضية على موضوع رح يطلع عندي القانون كالتالي انه كيو تساوي كيو تساوي اف ان كي تمام هسا كيو اللي هي اختصار للاوتوت والاف للفونكشن الان للبيرسونيل والكي للكابيتل ممكن يعني يسألك الدكتور بشكل بسيط انه الكي رمز لشوه عشان تذكرها انه الكي للكابيتل والان للبيرسونيل كي فيها كي يعني كلافظ فالكي للكابيتل الان للبيرسونيل والكيو للاوتوت واحنا حكينا انه بالشورت رين برودكشن بيكون الكي بتكون فيكست الكابيتل بيكون ثابت هذا القانون انا ايش رح استفيد منه رح استفيد منه انه هذا القانون رح يسمح لي اشوف كل الاحتماليات الممكنة اللي رح تطلع لي الناتج النهائي طيب خلينا نوضح الصورة بشكل احسن بس لحظه عس احنا حكينا انه القانون شو يساوي حكينا انه القانون يساوي كيو اف ان كيو حكينا انه القانون للأوتوت حكينا الاف للفونكشن الان للبيرسونيل والكيو للكابيتل هس القانون هذا انا ايش رح استفيد منه على فرض انه انا في عندي رقم هس كيف لما احكي لك انه رقم ستة هو عبارة عن عملية ضرب اثنين في ثلاث وممكن يكون رقم ستة نفسه هو عبارة عن ضرب واحد في ستة او ستة في واحد او ثلاثة في اثنين هنا نفس المبدأ انه كيو على فرض انه بدي خليها ستة ممكن تكون البرسون الاثنين والاوت والثلاث اللي العفوان الكابيتل او ممكن انها تكون ثلاثة اثنين او ممكن انها تكون واحد ستة او ممكن انها تكون ستة واحد بكل الاحوال رح يطلع معي ستة تمام هاي الارقام بسيك انه احنا عشان نتخيل الموضوع حسا بكل الاحوال رح يطلع معي نفس الرقم هذا الاشي اللي انا بستفيده من موضوع انه بتمكن لي من اني اشوف كل الاحتماليات الممكنة للامبوت اللي هي بتشمل الكابيتل والبيرسونل عشان اي اه كيف بتدخلوا مع بعض والاحتماليات اللي بتنتج من عملية تداخلهم عشان يطلع لي الاوتوت هسا انا رح افترض انه كل الاحتماليات مفروض انها تطلع لي بنفس الكفاءة يعني سواء انا حكيت انه كيو تساوي اثنين ثلاث او حكيت انه كيو تساوي ثلاث اثنين رح افترض انه هذول الاثنين لهم نفس الكفاءة هون في عند المثال انه على فرض يعني خلاني نشبههم مثال ثاني بكره هذا المثال صراحة انه خلاني نفترض انه عندنا مخبز خلاني نفترض انه احنا في عندنا مخبز او في عندنا محل بي بيعمل حلو او بيعمل كيك على فرض انه احنا في عندنا اه ستين قطعة عجين هذول ستين قطعة عجين بيقدروا يعملولي ستين قطعة كيك تمام وعندي انا عامل واحد وعندي الة صنع كيك واحدة تمام هذا العامل رح يشتغل عليها رح يقدر ينتج اربع قطع كيك خلال عشر دقائي تمام حسا بالناتج النهائي اكبر رقم ممكن يطلع معي من عدد قطع الكيك اللي هو بالنهاية رح يطلع معي ستين قطعة كيك هذا الناتج النهائي انا منين جبته جبته من الامبوت انا كان عندي ستين قطعة عجين رح يطلعولي ستين قطعة كيك ما رح يطلع لي مثلا مية وعشرين قطعة كيك ليش لانه انا محصور بالامبوت الموجود معي محصور برأس المال اللي هو قطع العجين فما رح يطلع معي مثلا رقم 120 رح يطلع معي رقم 60 لكن من ناحية نسب وتناسب هذا القانون ايش بيفيدني بيفيدني انه لو صير احسب انا لو زودت عدد الالات صنع الكيك ايش رح اقدر انتج خلال كم المد اللي ممكن رح انتجها او لو زودت عدد العمال هل رح تتغير هاي النسبة بدل ما يطلع 4 قطع كيك في 10 دقائق هل ممكن تتغير هاي النسبة فهذا الاشي اللي انا باستفيده من قانون الانتاج حس لو احنا بننطبق قانون الانتاج على مجال الرعاية الصحية فالخدمات الصحية اللي انا بدي او اقدمها هي اللي بتكون ورأس المال هو برضو الكابيتل بيضل والبيرسونل العمالة بيضلها نفس الرمز لكن ايش اللي بتغير انه احنا بننطبقها مجال الرعاية الصحية فاحنا بنصير نحكي على موضوع خدماتي بشكل اكثر هنا في عندنا نقطتين النقطة الاولى والنقطة الثانية اللي هما بيحكوا عن موضوعين قريبات من بعض اللي هو و واللو اف ديمينيشنج برودكديفيتهيتي هسا اللو اف ديمينيشنج مارجينال ريتينس هو عبارة عن ايش؟ هو عبارة عن قانون التناقص الانتاج تمام؟ تناقص الانتاج اما بالنسبة لللو اف ديمينيشنج برودكديفيتهيتي هو عبارة عن تناقص الانتاجية طبعا يا جماعة بس عشان احكي لكم انه الموضوعين كلما بعضهم فلسفة يعني انه تناقص انتاج وتناقص انتاجية بس خلينا نوضح الامور عشان تعرفوا تحله بالامتحان هسا اللو اف ديمينيشنج مارجينال ريتينس واللو اف ديمينيشنج برودكديفيتهيتي نيجي نحكي عن مثال بشكل سريع بعدها نرجع نحكي نرجع نقرأ الاشي المكتوب خلينا نفترض نعمل جدول بالاول احنا حكينا انه عملية الانتاج بيكون في عندي اوتوت هذا الاوتوت جاي من امبوت اللي همه احنا حكينا عنهم البرسوني الايدي العاملة والكي الكابيتل وحكينا بالشورتراني برودكشن انه الكي بشو بتكون بتكون فيكست بتكون ثابتة فما بتهمني يعني بتتفترض انه بهذا المثال دايما رح تكون عشرة ليش لنها ثابتة فبتغير الايدي العاملة رح يتغير الاوتوت يعني انا كونه انا ثبتت الكي الاشي اللي رح يتغير هو الان هذا تغير الان رح يأثر على تغير الاوتوت هس موضوع law of diminishing returns كيف بيكون بيكون كالتالي انه انا لما كان عندي مثلا عامل واحد هيك بدي افترض انه انا كان عندي عامل واحد كان عدد المنتجات خمسة تمام لما زودت عدد العمال وخليتم اثنين صار عدد المنتجات خمسة لما خليتم ثلاث عمال صار عدد المنتجات ثلاثين تمام لكن لما زودتهم لأربع عمال صار عدد المنتجات اثنين وثلاثين بلاحظ هون أنه أنا لما زودت عدد العمال هنا زودت عامل واحد وزاد عندي الانتاج عشرة هنا زودت كمان عامل زاد عندي الانتاج خمستاش هنا لما زودت كمان عامل بدل ما يزيد الانتاج أكثر صح أنه الانتاج زاد بس مقارنة بالنسبة الماضية هو كان أقل من الزيادة المتوقعة يعني كان في عندي زيادة صح أنه هاي زيادة لكن زيادة أقل من الوضع بالنسبة لقبل فهذا هو عبارة عن اللي هو أنه بيكون في عندي زيادة بالأول بيكون في عندي تزايد بالإنتاج لما أنا أزيد الأيد العاملة لكن لحد معين بعد هذا الحد بيصير في عندي تناقص في الإنتاج تمام؟ فهذا هو موضوع اللي هي عبارة عن حالة أو ظاهرة بتصير متى لما يكون بالبداية بيكون إيش معنى إنه إحنا لما زدنا هون لما كنا نزيد عامل إحنا نعمل هنا كان في عندنا ليش؟ لأنه كان في عندي زيادة وبشكل بشكل مقبول كان عندي خمسة صاروا خمستاش هنا خمستاش صاروا ثلاثين زادوا هنا عشرة هنا زادوا خمستاش لكن هنا زادوا بس اثنين فخلال أول مثالين هنا كان في عندي زيادة بسميها ليش؟ لأنه أنا قاعد كل ما بزود عدد العمال بيزيد الإنتاج وبتزيد النسبة يعني كنسبة هي قاعدة بتزيد بدل ما يزيد عشرة دائما لا هنا زاد خمستاش مقارنة بعشرة لا هو النسبة زادت فهي عبارة عن بالبداية بيكون في عندنا بعدين عندي نقطة معينة بيصرف عندي increases at decreasing rate أنه أنا لما زودت عدد العمال كان هنا عندي ثلاث خليتهم أربعة زاد بس اثنين اثنين مقارنة بالنسب اللي فوق هي عبارة عن نقصان يعني صح أنه كان في عندي زيادة بالإنتاج لكن كنسب هنا في عندي تناقص فهي عبارة أنه بيكون في عندي زيادة بالأول بعدين عن نقطة معينة بيصرف عندي زيادة على decreasing rate حسا إيش الفرق بينها وبين لو كملت على نفس المثال كمل هون أنه آخر شي كان عندي أربع عمال بينتجوا ثنين وثلاثين لو زدت عدد العمال وخليتهم خمسة بدل أربعة وشفت أنه الانتاج ظل ثنين وثلاثين ولما زودتهم لست عمال شفت أنه الانتاج صار ثمانية وعشرين تمام ونثبت الانتاج بعدين صار يقل فهي هي بسميها law of diminishing productivity أنه صار في عندي نقصان فعلي مش أنه كان في عندي زيادة بعدين قلت نسبة الزيادة لا هنا قلت النسبة كلها على بعضها وقل الإنتاج كله على بعضه هذا هو الفرق بينه وبين law of diminishing marginal returns فالlaw of diminishing marginal returns أنه بيكون في عندي زيادة والزيادة هاي بتضل بس النسب نسب الزيادة بتصير أقل يعني بدل ما يزيد دايما عشرة لا صار يزيد اثنين صار يزيد بس واحد أما بالنسبة للlaw of diminishing productivity لا هنا صار في عندي نقصان أنه بدل ما أنا أنتج ثلاثين صورت أنتج ثمانية وعشرين مع أني قاعد بزود عدد العمال طبعا ليش هذا الإشي بيصير بيكون في عندي سببين السبب الأول أنه بيكون بسبب الاكتظاظ تمام أنه أنا لما زودت عدد العمال العمال بطل كل واحد يقدر ينتج يأخذ راحته ينتج بالكفاءة المطلوبة والسبب الثاني اللي هو الأهم أنه هاي الزيادة في عدد العمال هي ممكن تكون على حساب رأس المال ليش؟ لأنه رأس المال ثابت أنا ثبتت رأس المال بس ممكن أني أصرف من رأس المال هذا على أغطي تكاليف العمال الموجودين والقاعدين بيشتغل هون إحنا عندنا الكيرف اللي بيحكي عن الإيش؟ عن التوتال برودكتف كيرف هسا ليش هو سمناها توتال برودكتف كيرف؟ لأنه بيشمل جميع الأوتبوت يعني بيمثل جميع الأوتبوت الموجودة على قيم مختلفة من الإمبوت طبعا هون من قسمه لثلاث مراحل احنا بالبداية بيكون في عندنا صفر بعدين بيكون في عندنا أن واحد بعدين بيكون في عندنا أن اثنين تمام؟ هسا من صفر لأن واحد اللي هي المرحلة هاي مرحلة الزيابة هاي هاي هون من صفر لأن واحد تمام؟ اللي هي أنه بيكون في عندنا زيادة increases at increasing rate تمام؟ هاي بسميها من صفر لأن واحد من أن واحد لأن اثنين صح أنه كان في عندنا زيادة بس هاي زيادة باتجاه التناقص تمام؟ هون كيف كان الزيادة بالأول زيادة وبارتفاع هون صار في زيادة باتجاه التناقص هاي اللي هي increases at decreasing rate اللي هي بتكون من أن واحد لأن اثنين هسا بعد الأن اثنين صرفي عندي تناقص هون تناقص رسمي هاي اللي هي law of diminishing productivity حكينا أنه سبب هذا الموضوع كله على بعضه إما بسبب الاكتظاظ أو بسبب أنه الرأس أو رأس المال الثالث هون احنا في عندنا كمان مثال هون جاب المثال على موضوع إنه كيف بيكون إنتاج البيتزا وزيادة عدد العمال نفس المثال اللي حكيناك قبل شوي فبتقدروا تشوفوه مرة ثاني هسا في عندنا موضوع اللي هي المرونة في موضوع المدخلات هسا احنا حكينا أنه من ضمن الافتراضات أنه احنا افترضنا أنه احنا في عندنا two input لكن بالواقع أو بالحياة العملية ما بيكون عددهم اثنين لا بيكونوا مثلا ستة سبعة عشرة إلى آخره فإحنا سرح نحكي عن المرونة بين هاي البدائل إحنا بهمنا أنه في عندنا واحد يكون fixed وباقي البدائل تكون شو تكون variable فإحنا رح نتلاعب بالمدخلات اللي رح تكون variable يعني إحنا حكينا أنه الـ capital رح تكون ثابت تمام بس باقي المدخلات رح تكون متغيرة وإحنا رح يكون في عندنا مرونة في هاي المتغيرات أو هاي المدخلات ورح نتلاعب فيها بحيث أنه نحن نشوف إيش أفضل نتيجة ممكن هسا في المجال الطبي أو في المؤسسات الطبية إحنا بيكون في عندنا حكينا أكثر من variable خاصة في موضوع short run production صح إحنا كان من ضمن الافتراضات يعني للمرة ثانية منكررها إنه من ضمن الافتراضات كنا نفترض أنه في عندنا two input لكن لا إحنا في الواقع في عندنا أكثر من اثنين وأكثر من واحد منهم بيكونوا variable وواحد بيكونوا fixed على سبيل المثال إحنا في عندنا مثال اللي هو هنا بين اللايسينت براكتيكال نيرسز والريجسترد نيرسز اللي هي يعني نيرسز الممرضات ممكن يكون في عندنا ممرضات أو ممرضين محهم شهادة الدبلون وممكن يكون في عندنا نيرسز محهم شهادة البكالوريوس فأنا ممكن أتلاعب في موضوع عدد الناس أو عدد النييرسز اللي عندهم شهادة بكالوريوس مقارنة بعدد النييرسز اللي عندهم شهادة الدبلون هسا في المستشفى مثلا عندنا الأطباء هذولا input وعندنا النييرسز هذولا input وعندنا الناس اللي بيشتغلوا بالمختبر هذولا input برضو تمام؟ كل وحدي منهم هذولا input هذولا كلهم variable ليش؟ هذولا وحدي منهم capital فهذولا كلهم input تمام؟ الأطباء والنييرسز واللي بيشتغلوا بالمختبرات والكل يعني فهسا بالنسبة للنييرسز هو واحدة من ضمن الـ input فأنا ممكن أتلاعب في هذا الـ input من حيث أنه في عندي ناس محهم شهادة بكالوريوس وفي عندي ناس محهم شهادة الدبلون أنا ممكن أحسب أنه والله بدي لما ممكن أشيل أو أستغني عن اثنين نيرسز محهم شهادة الدبلون مقابل أني أجيب نيرسز وحدة أو نيرس واحد معه شهادة البكالوريوس فهيك أنا بكون مثلا قللت عدد قللت عدد النيرسز فأنا ممكن أوفر مصاري وممكن أعمل العكس ممكن أستبدل واحد نيرس معه شهادة البكالوريوس مقابل 2 نيرسز معهم شهادة الدبلون بحيث أنه تتوزع المهام عليهم ويطلع معي الإشي بكفاءة أكثر فسواء أنا أعملت هيك أو أنا أعملت هيك أنا بكون هيك تلاعبت في واحدة من الإنبوت اللي همه نيرسز هسا مشان تنجح هاي عملية التلاعب أو عملية المرونة في هذا الموضوع أنا بهمني أكون مراعي شغلتين technical و legal consideration اللي هي من ناحية تقنية technical يعني من ناحية تقنية هل الموظف أو هل النيرس اللي معه شهادة دبلوم قادر أنه يغطي مهام النيرس اللي معه شهادة البكالوريوس هل هو قادر أن يقوم بوظائفه هاي من ناحية technical ومن ناحية legal من ناحية قانونية ليش من ناحية قانونية لأنه إحنا في عندنا أمثلة من ناحية مثلا مساعد الطبيب في معظم الحالات من ناحية قانونية هو ممنوع أنه يعطي دواء أو ممنوع أنه يصرف دواء بالتالي أنا ما بقدر أستغني عن طبيب وأحط بداله مساعد طبيب تمام فنفس المبدأ أنه لازم أنا أكون مراعي شغلتين من ناحية تقنية أنه هل هو قادر أنه يقوم بهذا العمل ومن ناحية legal هل هذا الإشي قانوني أساسا ولا مش قانوني حسنا في عندنا موضوع اللي هو المارجينال بروتكت المارجينال بروتكت اللي هي ببساطة لو نيجي نعرفها بالعربي اللي هي الزيادة في الإنتاج لكل وحدة إضافية من الـ حسنا نذكرين مثال الأرقام لما صرنا نحكي أنه لما كان في عندي عامل واحد كان ينتج لخمسة لما كان في عندي عاملين زدتم هنا عامل صار ينتج لخمسة عشر وهكذا هاي النتيجة نتيجة الزيادة هاي بسميها المارجينال بروتكت حسنا ما بحكي أنه المارجينال بروتكت يساوي خمسة عشر لا أنا هنا زدت عامل فعشان أشوف أثر الزيادة بقول خمسة عشر ناقص خمسة يعني خمسة عشر هي المنتجات اللي كانت تطلع بعد وجود هذا العامل وخمسة هي المنتجات اللي قبل وجوده فبحكي خمسة عشر ناقص خمسة يساوي عشرة معناته المارجينال بروتكت يساوي عشرة فأنا هيك أبحث بالمرجينال بروتكت فالمرجينال بروتكت لما بدي أجانا عارفها رح أحكي أنه هي عبارة عن additional quantity of output associated with an additional unit هي الزيادة في كمية في المنتج ليش? بسبب او اعتمادا على وحدة اضافية واحدة من الامبوت. زيادة وحدة اضافية واحدة من الامبوت. هنا احنا كنا نزود عدد العمال. فهنا بحكيها كمثالين سريعات. مثال انه ممكن انا استبدل او ازيد عدد النيرسز. اخلي اثنين محهم شهادة دبلوم. واستبدل بدالهم نيرس معه شهادة فاكالوريوس. يعني اشيلي معه شهادة فاكالوريوس. وحط اثنين محهم شهادة دبلوم. بحيث انه اعوض بدل واحد يكون في عندي اثنين يقوموا بنفس المهام ويمكن بكفاءة اكثر كونه صار عددهم اثنين. ومثال ثاني اللي هو مثال الارقام اللي احنا كنا شرحينه من قبل. هسا رح نعمل مقارنة سريعة بين الاكونوميست والاكاونتنس من ناحية نظرتهم للتكاليف. الاكونتنس يعني المحاسبين والاكونوميست يعني الاقتصاديين. هسا المحاسبين كيف بتطلعوا على التكاليف? هم بتطلعوا على الاكسبليست كوست. الاكسبليست كوست هي التكاليف الظاهري. تمام? اما بالنسبة للايكونوميست اللي هم الاقتصاديين هم بتطلعوا على الاكسبليست وعلى الامبليست. الاكسبليست يعني هسا التكاليف الظاهرية بيحكي لك انه من السهل انك انت تتحددها. ليش? لانه الى اخره. فبتكون هاي الارقام ارقام دقيقة. وانت بتتعامل مع ارقام يعني مباشرة. بينما الامبليست كوست هي بتعتمد على الاوبرشينيتي كوست. الاوبرشينيتي كوست هي موضوع نسبي. يعني انا بدي اصير احدد التكلفة للقرار اللي انا اخذته مقارنة بباقي القرارات اللي انا كان ممكن اخذها وما اخذتها. فهذا الموضوع موضوع نسبي. ومش سهل يتحدد زي التكاليف الظاهرية اللي بتعتمد على ارقام مباشرة كونه فيه وصولات وسندات وفواتير والى اخره. فبحكي لك انه هنا مرة ثانية بحكي لك انه الاكتصاديين بيعتمدوا على التكاليف الظاهرية والتكاليف الضمنية. وبحكي لك انه هذول الاقتصاديين بحكوا انه من الضروري جدا انك انت تكون عارف هل الريفنيوز اللي هي الارادة كافية انها تغطي الكوست لاستخدام كل الامبوت يعني هل الارادات اللي موجودة معك او هل الارادات اللي بتطلع هل هي كافية انها تغطي تكلفة جميع الامبوت وتشمل سواء كانت مستأجرة او مملوكة فاذا كانت الارادات بتغطي معناته امورك تمام اذا الارادات ما بتغطي معناته فيه خلل. وفي عندنا احنا معادلة مشان احنا نحسب هذا الموضوع اللي هي الارادات الكلية ناقص الامبليست كوست ناقص الارادات ناقص التكاليف انا بقدر هنا احط قوس وتكليب الاشارة تصير زائد فانا بحسب كل التكاليف بعدين بطرح الارادات من هذا الرقم اللي راح يطلع عندي وانتو اشطر بالرياضيات يعني فممكن يجيب لك سؤال على هاي المعادلة بشكل يعني بشكل مباشر ممكن يتلاعب بالاشارات والى اخره طبعا يا جماعة انا رحت اصلي ورجعت بس انتبهت انه الايبات حيط في شحن فانا مضطر اني اوقف الفيديو هسا وان شاء الله الجزء اللي يضل من المحاضرة اخر صفحتين من المحاضرة راح اصورهم فيديو وانزلهم على قناة التليجرام فادخل على قناة التليجرام وان شاء الله يعني راح انزلهم باقرب وقت